قوم في مصادر علماء أهل السنة المورد الأول أعزائي البخاري البخاري المجلد الثاني صفحة ستمائة وثلاثة أعزائي باب كتاب الجهادي والسير باب مئة وثلاثة وأربعين باب فضل من أسلم على يديه رجل شوفوا واقعا بعض الأحيان يحس الإنسان لا أريد أن أعبر هذه التعابيرات ليس من قاموسي ولكن واقعا جملة من الأحيان يحس الإنسان بخبث العناوين العنوان شن هو باب فضل من أسلم على يديه رجل عنوان عام ولكن الحديث اللي موجود شن هو التفتول يا عزائي الحديث الموجود شن هو قال النبي يوم خيبر لأعطينا الراية غدا رجلا يفتح على يديه هذا بينك وبين الله هذا العنوان شن علاقته بشن تلتفت حسن كان ينبغي أن يعي عنوانه بأي عنوان؟ بعنوان ماذا؟ علي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله هذا هو عنوان البحث ولكن عنوانه هو عنوان اللي واحد إذا الآن يجي ينظر إلى الفهرس يجد هذا المعنى أو لا يجد أعزائي؟ لا يجد قال لأعطينا طبعا بها الصدر مولانا هذا الصدر بعد ذلك أقراه للأعزة أيضا حذف صدر الرواية مع أنها هذه الرواية فيها الصدر هذا الصدر محذوف لأعطينا الراية غدا رجلا يفتح على يديه أصلا واضح يعني قبل ذلك فتح علي أيدي آخرين أو لم يفتح رسول الله يقول لا غدا أعطيه الله ماذا؟ يفتح على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله إذن هذا هو المصدق يكون ماذا؟ يكون محبوبا لله يحب الله ورسوله ويحبه الله فإذن هو ماذا؟ فهو محبوب فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى فغدوا كلهم يرجوه يرجو هذا المقام أن يعطى فقال أين علي؟ سلام الله عليك فقيل يشتكي عينيه فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه فقال أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم التفتوا جيدا ذيل الحديث فيه مطلب لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر نعم هذا الذي عنوان به الباب عزيزي قال الباب فضل من أسلم على يديه رجل ما أدري واضح؟ حتى يخفي تلك الحقيقة التي هي مضمون الحديث ما هذا هذا ذيل الحديث ولكنه حتى يخفي تلك الحقيقة وكم له نظير أعزائي ولذا لتم خدعون بعناوين هذه الأبواب وبعناوين الروايات وأنا مرارا ذكرت أن فقه البخاري في العناوين يعني إذا أنت تتعرف على فقه انظر ماذا؟ إلى عنوين الكتب وإلى عنوين الأبواب وعمله يظهر في هذه العناوين هذه الرواية أعزائي رقم الرواية ثلاثة آلاف وتسعة بحسب هذه الطبعة الموجودة اللي أنا مرارا ذكرت للأعزاء أشرف على تحقيقه شعيب الأرنؤوت عادل مرشد أعزائي هذه أفضل النسخ لصحيح البخاري لأنه هذا الرجل أو المحققين لهذا عندما ينقل الرواية يقول هذه الرواية أين جاءت في البخاري في المواضع الأخرى هذه هي مهمة أعزائي وما هي ألفاظها الأخرى في المواضع الأخرى يعني فقط ما ينقل للرواية وينقل يقول هذه الرواية جاءت في رقم كذا وفي رقم كذا وفي رقم كذا والزيادات والنقيصة الموجودة فالنافعة كثيرة وعن نافعة أنه هذا الإحصاء أولا وأطراف الرواية هذا المعروف بأنظر طرفه الأطراف مولانا يعني أنظر ماذا إلى الصيغ الأخرى الموجودة في هذه الرواية هذه الرواية أعزائي وردت في البخاري في المواضع التالية أعزائي في رقم ألفين وتسعمية واثنين وأربعين أيضا وردت الرواية في رقم ألفين وتسعمية وخمسة وسبعين أيضا وردت الرواية في رقم ثلاثة آلاف سبعمائة واحد وردت الرواية في رقم ثلاثة آلاف سبعمية واثنين وردت الرواية في رقم أربعة آلاف ميتين وتسعة وردت الرواية في رقم أربعة آلاف ومئتين وعشر أيضا وردت الرواية مع اختلاف صياغها في بعضها يوجد هذا المقطع وهو أنه يحب الله ورسوله وفي بعضها ويحبه الله ورسوله وفي بعضها هذا المقطع أيضا ماذا محذوف من الرواية ولكن الرواية مع اختلاف الأسانيد الموجودة في الرواية المورد الثاني أعزائي ما ورد في صحيح مسلم أعزائي في صحيح مسلم المجلد الرابع صفحة مائتين وخمسطعش الحديث ألفين أربعمائة وسبعة أعزائي كتاب فضائل الصحابة أعزائي هنا في محلها وضعها قال باب من فضائل علي بن أبي طالب هذا منطقي جدا باعتبار أنه من مناقبه وفضائله واختصاصاته من خصائصه من خصائص الإمام أمير المؤمنين وجز الله النسائي خيرا عندما كتب خصائص أمير المؤمنين هذه خصائص أمير المؤمنين يعني تلك الروايات المعتبرة الصحيحة التي اختص بها من؟ اختص بها علي أمير المؤمنين ولم يشاركه فيها غيره من الصحابة هذا الكتاب هو أي مهم أعزائي؟ خصائص أمير المؤمنين علي الأحوال هذه الرواية أيضا واردة هناك قال علي قد تخلف عن النبي كان علي قد تخلف عن النبي في خيبر وكان رمدا فقال أنا أتخلف عن رسول الله فخرج علي فلحق بالنبي فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال رسول الله لأعطين الراية أو ليأخذن بالراية غدا رجل يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه فإذا نحن بعلي وما نرجوه فقالوا هذا علي فأعطاه رسول الله الراية ففتح الله عليه اشتركوا في القناة